السلام عليكم البنات و الميمة لي كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا بي خير و على خير و يلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في أحسن أحوالي ياربي مع الفيديو جديد و نهار جديد البنات كنتمنى تكونوا بي خير و على خير و صحيحة و الوليدات و كل شيء أمركم مزيانة مع فيديو جديد يوم البنات عندي واحد العراضة في العشية القوتي و سنشارك معكم ان شاء الله هذا الفيديو هذا ممرافقت الصباح بكري لأول شيء قدرت مع الدراري باقي الناتين جمعت الدار شطبت الصالون مسحة الغبرة قاعد يدك شيء بزر 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 بتعليه و دخلت الكوزينة بش نوجد القوتي ديالي لكي ان شاء الله مني تجد ضيفة تلقى كل شيء موجود مميما البنات في هذا الفيديو هذا سنعطيكم اقتراحات هكا يلي كي يجيو هالضيف على غفلة يعني كتكوني هكا تصبحت يا عيطل كي نجيو عندك القوتي هنعطيكم اقتراحات لي السهلة و يوجده في نفس النهار هكا يلضيف في الغفلة كيفما تنقولوا اللي كي يجيو هكا على غفلة و لكي تكوني معلومة غيب النهار مهم اقتراحات لي السبينة و غتعجبكم ان شاء الله هالبنات وهذا الفيديو هذا غيكون مشترك بيني وبين قناة ويداد ويداد بي الله البنات رأيكم مهم الى مشيتوا لقناتها رأيكم غاسعرفوا هالي كانت عرضات علي انا و سوكينا دياليس فش مشينا عندها و دارتلينا عرادرة هي من وزان البنات وزانية اللي عقلتو كان دارتلينا طبي لا كل شي جايبه من وزان تبارك الله ما شاء الله عليها البنات عندها اقتراحات القوتي و وعرين دخلوا عندها البنات شوفوا كتدير طبيلات القوتي كتدير موائد زوينين قناتها غزالة كتستحق تجيع ويمكن تواعدتها البنات قلت لها نديرو انا و انا و ايكا شي تحدي ديال طبيلات القوتي وشحال وهي مسكينة كتنى احتها كي قديت اوميرا كمشتوني مع الرحيل وروينا وده بقى انا نوجد طبيلات قلت لها نديرو هاكا افكار متنوعة نفيدو البنات وننعطوهم هاكا اقتراحات اللي يستهنين و يوجدوه في نفس النهار قلنا البنات الفكرة ديال التحدي هي انها يكون اقتراحات اللي يوجدوه في نفس النهار يعني ديال ضيوف الغفلة كيفاش تسل كراسك مع ضيوف الغفلة المهم هنخليكم احد المقطع صغير من الفيديو ديال ويداد بيلا البنات شوفوا الطبيلة ديالها و الاقتراحات اللي هتوجد لكم هي ونكمل معاكم السلام عليكم البنات كديرين لبت عليكم مش خباركم كنتمنى ان شاء الله ياربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هادي الفيديو نتماء في افضل احوال معاكم ويداد من قناة ويداد بيلا اليوم البنات شارك معاكم واحد الفيديو اللي هو عبارة عن اقتراح طبيلة ديال الغفلة هالفيديو هذا مشترك مع الاخت سناء الخوخي كنتمنى انه ينال اعجاب ديالكم وكنتمنى البنات انكم بعد ما تشوفوا الفيديو ديال الاخت سناء الخوخي جيوا تشوفوا الفيديو ديالي اللي كنتمنى انه يعجبكم وما تنسوش البنات انكم تشجعوني فضلا منكم وليس امرا ومرحبا بمتتبعات سناء الخوخي كاملين عندي في القناة بالنسبة لطبيلة ديالي البنات ره هي هادي وغادي تلقاوا الفيديو طبعا كامل عندي في القناة ما تنسوش البنات انكم تشجعوني وكنتمنى انه اينا الاعجاب ديالكم وايضا كنتمنى انني يكون كنت خفيفة على قلوبكم وانكم تلقاوا في الفيديو ديالي ان شاء الله هنا يا لبنات نبدأ نوجد القوتي ديالي ولا الطبيلة مهمة لبنات سيكونوا اقتراحات ساهلين كيف موالفتكم اقتصاديين والاقتراحات اللي يوجدون في نفس النهار يعني كيني شي حويجات اللي خطصهم يوجدون على تيسع وكيني شي حويجات ساهلين اللي يوجدون في نفس النهار ولا في نفس العشية انا لبنات رمي بديتها تشيح تل وحدة ديالنهار تسالي جميع الدار وقديتها وكل شي عاد دخلت الكوزينة بعد حيط الفطور وذلك الشي هو اللي هو اللي هو اللي وعد جمعت سوف نشارك معكم ان شاء الله هاد الاقتراحات نتمنى يعجبوكم اول حاجة لبنات سوف نوجد واحد الميني بسبوسة بالكريمة كي يجي واعرين في هذا الموال العجيب وغدا نوجد معلش هم اللي هو اللي انا غنضير فيهم كريمة وخصهم يبردوك تعرفوا اللي بسبوسة حتى تقدم باردة مهم دهنت هاد الليمون صغارين بالزبدة ورشيتهم بسميدة رقيقة مهنا يا اما ممكن لكم تدرو هاد الليمون صغارين ولا تدرو موال العجيب واحد كبير انا درتهم فرضيا هكا يا لان اكد ضيف كي يبغي هكا تدرو شي حويش فرضيا بش كل واحد كي يهز هكا وحيدا ملا ما تحتاجه بقية قطعي مهم انا كي يعجبون هاد الاقتراحات الفرضيين هكا الضياف صافي يا البنات هنا عندي هنا 20 تقريبا 20 واحد ديالها 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 مدهنتمش كاملين خليت تقريبا 1-3 حتى نشوف الى شاطية الخالط وعدها باش ندهنهم سوف ندرو بنكهة الفاني والحامض كي يجي غزال تقريبا بحلي كنت شاركت معكم في المول الكبير غي هو مختلف عليه في الكريمة هذا كان كيك هذا بسبوس مهم هنا يا البنات حكيت حامضة حكيت القشرة ديالها السفرة وعصرت الما ديالها مهم سوف نعصر الحامضة مزيان تقريبا نعطينا نصف كاس ديال عصير الحامض في هذيك القشرة البنات ديال الحامضة اللي عصرت غير نصف ديالها ندير معاه تقريبا 1 كيسان ديال الما ديال 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 سوف نغلي حتى نخرج البسبوسة من الفرن سخونة ونصقها بسرور بارد مهم هنا يوجد بيضات يكون بيضات بحرارة مهم هنا استعمال القصغيرة و قشرة الحامضة بحرارة من الفاني والحامض في البسبوسة سوف نعمر بنفس الكاس بسكر سنيدة عبارة بالزيت نضيف البيض والسكر والفاني والحامض مزيان مزيان قشرة الحامض ديالما من هذه المرحلة نخلط هنا نسيت قبيصة الملحة ديالما قبيصة الملحة في الأول سيتانة دائما نخطموهم حتى يطلع البيض و الداع في الحجم سوف نضيف كاس الزيت سوف نستمر في الخلق سوف ندير دانون دانون نكهة الفاني تعودوه بدانون مستوس وهو نكهة مع الحامض تجربوها على حسابة إما ديروها في دليمون صغارين إذا كانوا لديكم هذه الضياف أو تجربوها غير لكم يمكنكم تجربوها في المول العجيب العادي الكبير سوف ندير دانون سوف ندير الحامضة تقريبا نصف كاس الحامض سوف نخلط دانون و الحامض مع بعدياتهم سوف نحضر سوف نحضر و نسجم و نحضر و نحضر بقية البيض و السكر و الزيت و كل مليات تخلطوه غير في مولينيكس نحضر و تخلطوه في مولينيكس و تريد سوف ندير سوف ندير سوف ندير 200 غرام سوف ندير مهم 200 غرام كيف حدثت سوف ندير ندير سوف ندير و ندير خمارة و ندير صغار صغيرة و ندير مهم و ندير سوف ندير علي و نحضر و ندير يمون في هذا الطعوة لتجمع في طعوة لا ندير سوف ندير و نقوم باستطاع و ندير ليس لديهم جدا نعمرهم كاملين البنات سوف نرى إذا لم يزيد خلال الخليط سوف نعمر بهم هنا لديهم الناس لم يزيد للمون كاملين حتى الموضوع المشاهدين أدهنتم وعمرتهم كيف ماشتوا لقد اضخل الفران سخونة البنات كيكا بسبوسة دخلتهم حتى يدهبون من الجنب ونخلط الكيكا حتى نخرج البسبوسة حتى ندخل مباشرة من وراء الكيكا مهم هنا المقادر الكيكا لدي ثلاثة بيضات بحرارة المطبخ قبيصة الملحة لا تذكر شيشة الملحة تهرس لنا المادق الحلاوة فاني انا متوفرة لديها فاني بودرة ندخل نصف ملحة صغيرة والذي عنده سائلة مهمة رسالة لي هذه الاخر استعمال درتها هنا كاس لاروب سوف نأخذ طراب الكهربائي والمولينيكس اللي متوفر وكتخدمون زيان البيض مهم انا كنخدمون بها الطراب دي ما كتسولوني عليه البنترى واخده من عنده واحد سيد كيبيع ذك الشي دي البره كنجابوه مفيش اسمية معروفة مهم من هادوك اللي كيجيبو ذك الشي دي البره اخديته من عنده سافي كنخدموه بيض مزيان حتى كيد داعف كنزيد كاس لاروب دي الزيت بنافس القياس دي الاسكار سانيدة وكنخدموه حتى هو مزيان سافي غنحيد هاد البطوغ هاد ولا تطراب الكهربائي وغنناخد غي هاد الفوه واللي كندير به الطحين والحليب مهم هنية البنت السير في هاد كيكهو هاد كاس دي الحليب خاصو يكون مغلي كيغلي من فق البوطغي فايدو الحليب هاكا بقي كيغلي عمرو كاز اخوه مباشرة متخافوه من ويلو ما غي خسر لا بايد لويلو بنفس الكاس اللي بنات غنعبر معاكم الطحين عبرت الكاس الليول دي الطحين كان غربلو كان خلطوه مزيان نزيد الكاس التانية البنات قريبا كتهز جوج كيسان جوج كيسان جوج كيسان ونصف طحين هذا النصف يبقى على حسب الحجم البيض ونوعية الطحين حسب الحجم البيض ونوعية طحين ثم يبقى على ميزة في الكيكهو قليلا بقلخن مزيان بعد خلط خلط ها هو وجد عندي هنقسمون من نصف النصف سوف ندير لها واحد سشي كاكاو ونصف سوف ندير لها هاكاك عادي وندير لها ازيل سوف يجب أن يكون مخططة من الداخل و يجب أن يكون في منظر و يكون سهل بطريقة سهلة و هي منص صدرت فيه صشية معلقة كبيرة بودرة الكاكا و المر و النص خليته كاكا عادي و هنا سوف نحيضها الطراب و سوف نضعها معكم الكيكا أخذت هذا المول طويل بزبدة و أرشيته بطحين يمكنكم أن تأخذوا المول داير و لهذاك اللي في حفرة من الوسط يمكنكم أقضاء علاقة الكميه من الخليط البيض و نوضع معك كميه من الخليط السابق و نوضع سوف نبقى حدا الموجودة و هذا رغم يجب أن أتكلم ومن خلال الجهد هذه المستخدمة و tällات كاملة و فيها كيكا الرخامية كيكا الرخامية نجد أغلب حرة الأخيرة و تكون موضع وعادة البنات هاد الكيكة دي الحاليب المغلة ولا الحاليب الغليان كي تجي فيها واحد لها شخاطين رجربوا البنات على حسابي كي تجيه شيشة كي تجي ووعرة مهم بعد ما اخويت الخالد كامل كيف ما شتوا البنات راني خرجت البسبوسات دابا وغندخلوا من موراهم مباشرة هاد الكيك هادا هاكي كنستغل الوقت ان الفران بلا ما يتفوي عاودي شعل وف نفس الوقت كن قدي كان ربع صفورين بحاجار صافي انا عايش شفت البسبوسات طلعات ودهبات من الجنب صافي دست كنخلط الكيكة هاكي ذاك لو بقيتها ما بينما ما خلطت الكيكة كملات هي فتح مار ديالها خرجتها ودخلت المول ديال كيكة يعني هي البنات كنخرج هادوك الميني بسبوسات من لي مول ديالهم هاكي كتدير وشي كي يغضو شي يعود هاكي كتعاونو بيه باش هاكي كتهبط مقادة ودك السيرو والبنات اللي وجدت معاكم في الأول قبل ما نبدأ نخلط البسبوسة رأخليت وراه برد مهم البسبوسات كيكونوا سخانين السيرو كيكون بارد وإلا كانوا البسبوسات باردين يكون السيرو سخون باش هاكي استميدة كتشر السيرو كتجي مسقية كتجي واعرى البنات هذه البسبوسة هاكي جربوها مهم ها نسقيهم مزيان مزيان بالسيرو ونبدأ نوجد الكريمة هنا يبقى عندي وحد نصف كاس ديال الحليب عبرته هاكي عبرته معاكم باش تأكدو رأي نصف كاس ها ندير كاسونس ها ندير كاسونس ديال الحليب كافل هادي الميني بسبوسات باش يعمرهم ليه باش بلا ما تبقى شيطا عندي الكريمة هنا نصف حامضة نصف قشرة ديال الحامضة محكوكا سكر ثانية ها ندير تقريبا تشيجو جمعي القات هاكي حسب الضوق دا تحضير بودرة تقريبا تحضير وشاور عندك تستقر بودرة الكريمة اقريبا تحضير للفرق بينстве في بودرة الكريمةalities avec الذاني و Iss Strength فإنه يحدث أيضا وهامير هذا هو الفرق بينه قد على المعلقة كبيرة ونصف ديال الوعصير الخامض ما تنسف المعداب بالكريمة الحامض سوف نقوم بفق البوطة على عفية لمعة التحرك تبدأ تغلي وتبالينها كعقادة سوف نحيضها و هنا نشعلت على كوكا وعندي كوكا ومهرمش حمرته شوية باش نزين به لوجه دي الكيكا ونزين به حتى هذو كل بسبوسة صغارين وما نبقى مقابلة هكا كاصرونة بالتحرك حتى تبدأ تغلي كنطفي عليها كندوز مباشرة نعمر هذة الميني بسبوسة وهي بقى سخونة قبل ما تبرد لأنها تبرد كتجمد فتردت قريبا معي لقاص quotes الكبيرة في كل ميني بسبوة كيف مشتو هاذ كى سونس رahoك فيك هذة الميني بسبوسة واذا درته المول الكبيرةしく الحفرة دياله ركت هذن السيد رو ديال الحليب لماشي كاق سونس اللبناء تده غير توضيح انا درت كاق سونس لانها عندي هذه الميني بسبوسات مويم لمي دارت هفل المول الكبير تنساد رو ديال الحليب مع ثلاثة المعالقة ديالäsية مع ثلاثة المعالق سكارساني ده قشرة حامدة ويجمع القادة العصير الحامد مهم بالنسبة لتزين كيبقى اختياري انا هنا حمرت شوية كوكا ومهرمشت قد ندوزوا هكا يعلى الجناب وغادي هاد السوريزات هادول منت كانوا شاطولية من الحلوى اللي شاركت معاكم البارح قلت هكا ينزين بيوم كيعطى واحد اللون زوين كنقسمهم هكا من النص وقدير كل بسبوسة في ها نص ديال السوريزة تزين كيبقى اختياري يمكن لكم تحكو فوقهم هاي قشرة الحامد اللوز ايفيلي تزين وليم جنب ديال مغيب الكوك تزين كيبقى اختياري انا درت ليوم هاد تزين هذا بدك الشي اللي متوفر عندي زينته ماتشي كان عندي هالبنات شاطلية من الحلوى ديال البرح زينت بي وغا نزين بيحت الكيكا مهم غا ندير هاد البسبوسات في التلاجة بشي برد الكريمة صافي بين موجدات لي البنات الكيكا راهي باقف الفران بين موجدات دست هاكي يجبت هاكي الميعنات طلعت البلاكار الفوق وقدرت الكرسي وطلعت جبت المعي القاد جبت بيصلات اللي غا نحط فيهم جبت الصينية والبراد وهاد الكيسان هادو هما اللي غا نحط فيهم اتاي هذيك الفراقة كان جابتها لي عائشة صديقتي كادو كان وجه لي التحية من هنا الله يفكها على اخر ويفرحها يا ربي باش بغات كان تفجت عندي اول مرة جابتها لي غا نحط فيها الحلوى اللي وجدت معكم البارح صافي حطيت قاعدة اكشي الميعنات جبتهم حطيتهم فوق سالامونجي صافي الكيكا ديالي وجدات صافي طفيت الفران غادي نزيين حتى هي ونخليها تبرد هاك هاي الكون فيتير عندي كان دهلا الوجه دياله بالكون فيتير ورشها بكوكا ومهرمش هاكا محمر ممكن لكم ترشوها باللوز ايفيلي بالفيرميسيل بالكوك اللي بغيتوا وذيك شي اللي متوفر عندكم زينوها به حسنا نقطعها لابنت وغا نوريكم كتجي هاد الكيكارو خامية كيجي شكل دياله بحر رخامة منزوقة من الداخل كتجي اغزالة وذك السير ديال الحالي بالغليان كيعطى واحد الهشاشة لابنت ووارة تتحمر لوجه بعدها مع الضياف المهمة لابنت هاكا عندي هاد المورصة ديال الشكالات بيض حتى هو غضي نحكو هي اما كتحكوه في الحكاكة هاكا فوق من كوكا وهي بقى سخونة كيدوب ولا كتدوب وكتدوزو هاكا خطيطات ديرو فشي ميكا ودوزو خطيطات فوق من كوكا وكيحتوى مهم هاي الكيكا سوف نحطها فوق الطبلغة فوق سالمونجين وصافية البنات اول بسبب ستوجدو سوف ندير واحد الحريشات باقي الحال شوية الحريشات كنبغي ندير مهم اللخرين بش يبقى وصخانين دست هاكا الصالون قلت نطلق هاكا شوية البخور باش من اللي ديال ضيفة ديالي نستقبلها بريحة ديالعود ريحة زوينة تكون في الصالون مهم الصالون البلات رابديت بيه جمعته وقضيت المخاد وشطبت وقضيت كل شيء ديالعود ديالعود وصافي يعني ديالعود سهلة البنات هذا الميني بسبوصة وهذا الكيكا واحد الحريشات سوف نشاركه معكم بالزعتر والزيتون هم واعرين كيف يوجدوا في ساعتهم ديالعود كل شيء مقد كل شيء هو هاكا شوية البخور هاكا في الدار تبقى ريحة زوينة في الصالون وعادا نكمل نقاد نستفل حلوة ونقاد قاعدك شيء خاصنين نقاد ونخلي الحريشة تلخ هاكا تبقى شوية ونجد ضيفة ديالي ونوجدهم مهم هنا ردرت لكم دويرة البنات تشوفوا ركول شيء مجموع ومقهد اكرم راه كيلعب شيء في بيته وقلت لي ما تخرجش الألعاب للسيجور هاكا ديالي ما هاد السيجور ديالي معامر بالألعاب داب قلت لي راجي عندنا الضياف ما تخرجهم تصفير اسمع الهادرة قاع ما خرجهم مهم البنات هذه ما زال ماكملنا هاش ما زال كنت سنغير كمل شيء حوي جد باش ندير لكم إن شاء الله جولة في الدار المهم هنا يا البنات شاعلت هذيك الفاخرة باش نطلق البخور شاعلت غاي فق البوطة المهم شاعلت سوف ندير هاكا شوية ديال العود وغاد يمشي نحط المبخرة في الصالون ونخلي البخور هاكا مطلقه نجي نكمل توجات ديالي أنا صراحة يعجبني البنات هاكا ملي تكون جاي عندي شي حد يجي القانيم سالية ماكي بالخصص إلا كان جاي عندك هاكا غاي واحد ما زال إلا كانوا جايين في ديال الضياف هيبقوا غالسين موانسين مع بعضياتهم مجمعين هاكا يفصالون على ما بينما انت هي تجي أما إلا كانت جاي عندك غاي ضيفة وحدة كتخلي ابو حديتها غالسة وانت هي مخشية في الكوزينة ماكي تجيش وبالخصص لم أقدرتيش هاكا يا جي بيها معك في الكوزينة كتبقي محروجة اللهم ما من يجي الضيفة ديالك تلقاك مسالية غاي تدخل تحطى الصوينية وذك شي اللي قسم الله وتقسيت تجمعي معها تعطيها وقت تهدرو مهم هنا يا البنطرة اني شعلت مباخر اضرت بها شوية في الدار سنخليها وغادي ندوز هنا يدستني وجد الحريشات وهذه الحريشات هم سريعين كي يحمروا الوجه إلى هكا بغيتوا توجدوا شي حاجة مال حل قوتي وزوينا وما هكا الموم اللي حتو حل ميني بيزو وذك شي الاخر كي يشد الوقت وكي بغي يكن توجد هكا على تيسا يعني هذي مع ضياف الغفلة ولا شي حاجة بالزربة كتجي واعرة كنعمرة بالجبن والزيتون كحل والزعسر والزيت البلدية كتجي واعرة مالحة مهم هنا يا عندي كيلو اللاروب ديال سميدة رقيقة ديال الحرشة سبعمائة جرام هنضير معها قبيصة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال سكار سانيدة واحد خمارة ديال الحلوة هنا يا لبنط كيلو اللاروب سوف نصف كيلو سوف نصف خمارة ديال الحلوة مهم سوف نخدم مزيان هاتشي الناشف مع بعدياته الملحة سكار والخميرة مزيان مزيان حتى ينساجموا هنا يا لبنط كاس رونا قدرت فيها جوج معالك كبار ديال الزبدة مع نصف كاس ديال الزيت الرومية ودوبتهم فوق البوطة سوف نبس بس بهم هكا نبس بس بهم سميدة هكا حتى كتزيت تقريبا جوج معالك ديال الزبدة نصف كاس ديال الزيت وهم اللي كي كتبس بس بس بهم سوف نخدمها مزيان حتى كتدهب هنا يا لبنات خديد طبصيل سوف نقص فيها هكا جوج حفينات ديال السميدة اللي غنقرص بهم الحريشات ضروري سوف نقصوا من هاد السميدة اللي مبس بس بس ما انا صراح ما كتعجبنيش ندير سميدانات فكي يعجبني نقص من هادي ودوبت واحد المعلقة صغيرة في نصف كاس ديال المدافي ديال الخميرة درتها عليهم ونجمع الحرشة بالماء دافي غير الماء دافي شوية لا يكون سخون بزاف لان اسميدة تخسر الى درته الماء طايب ولا تكونش بارده بالجو بارد بزاف باش الخميرة هاك تفعل يكون دافي صافي مهم غائب صباحكم هاكا غيك تخلطوا غيك تخلطوا ما تدلكوهاش باش جي الحرشة نسم داو زوينة صافي مهم يمكن دورها وها مرخوفة شوية كيفاش خاصة تكون صافي غنخليها في الجنب هاكا وندوز نوجد الحشوة اللي غنعمر بياد الحريشات حشوة مالحة فما قد لكم اسهل حاجة تديروها مالحة وما عندكو بش الوقت وما معلومي انش على تيساع هادي اسهل حاجة مهم درت نصف بواطة ديالجبلي ديالجبن ولكن تديرو دك الشبن العادي لكي يتباع البلدي الطبيعي هاداك تديرو تقريبا تلاتات المعلقة درت زيتون كحلم قطعها طريفة صغار تقريبا واحد جي حفينات الزعتر والزيت البلدي صافي غنخدم جبن مع الزيتون والزعتر والزيت هادي الحشوة كاتجي واعرة مع الحرشة هالبنات جربوها وردو عليها لما بغيتوش قاعد تديرو الجبن ولما متوفرش عندكم مع الحرشة من اللي تنقصو جي حفينات ديال سميدة لوحو معها الزيتون كحل والزعتر الزيتون كحل والزعتر صافية وخلطوها بالماء كاتجيتها هي مالحة وكاتجي زوينة والزعتر هادي اللي معمرة بالجبن كاتجي واعرة مهم شعلت المقلة البنات كتسخل ما بينما تسخل المقلة دست غادي نعمر هاد الفراقة هادي بالحلوة الحلوة اللي وجدت معاكم البارح راكاتجي زوينة البنات كتوجد فنهار و هاكيا بسرعة كتوجد يعني كيفما قلت لكم بحل انا هاكيا تكونوا مش معلومين على تساعي بوحد النهار هادي اسهل حاجة يمكن لكم توجدوه بتزينو بيض طبيلة ديالكم مهم المقلة ديالي راها سخنات غندوس نصوب معاكم الحريشات مهم انتم ما تشوفوا الطريقة بالتفسير كيفاش كنعمرهم كناخذ هاكيا شوية ديال السميدة في الدي كنبسطها بحلق غريصة كنحط فيها معلقة صغيرة من هذيك الحشوة نفندها في السميدة صافي انتم ما شوفوا الفيديو را موضح طريقة كتجمعوا ليه جنابها صافي و كتديروها في السميدة مزيين و كنمشي نقرسها في المقلة ميما نعود معاكم حيدا كتاخدوا شوية كابينيت ديكم كتبسطوه كتحطوا وصل دياله معلقة جبن وزيتون و كتجمعوا ليه جناب دياله مع بعدياتهم صافي و كتديروها في السميدة كنجي هنا يالبنات كنقرسها في هذيك القالب هذيك السيركل ديال الحديد باش كتجي مني الحريشات مقادين و كيجي و قد قد كنقرسهم في هذيك الحديد و كنهزة و كنعاود نبسطها شوية بيديها مع كتجيني بقى غليضة كنزيد نبسطها شوية بيديها هكا هي بيديها كيجي و يالبنات هذي الحريشات تغزالين كي حمقوا كيجي في امن ماداق دياله جبن و الزعتر الجبن يمكن لكم تعودوه بالفرماج متلات هكا الشي 4 و 5 الفرماجات تديرو معاهم الزيتون و الزعتر و ذاك الشي و تعمروا بيهم الى ما عندكم شقاعة البنات هم بغيتوا تديرو عمروهم بالشوكولات نفس الطريقة عمرو بها اللي بغيتو غاهم اللي بغى شي حاجة مالحة كيكونوا هذو ساهلين و كيوجدوا بالزربة مهم هنية كان عندي المسمن في الفريق والبنات هذا ما داخلش بالتحدي انا الوصفات اللي شاركت معاكم وهو الحريشات المالحين هذو كل ميني بسبوصة بالكرامات اوما يوجدوا في ساعة و يجوا وعرين الكيكة ديال الحالي بالمغلحة هي كتوجد في ساعتها و كتجي كتحمق الضياف مثل منات كانوا عندي البنات قلتها كيان عمر بيهم الطبيلة ديالي والهمة والحلوة مهم دفيتهم حتى و ما حطيتهم في الطبيصيل هذا صافي كل شي يوجد هنا يرى دخلت ضيفة ديالي عمرت بريري كنت معي في الكوزينة و عادة جينا قلسناها كاية تجمعوا و مهم هذي هي الطبيلة ديالنا كيفاش كانت البنات ميني بسبوصة جو غزالين و حتى الضيفة ديالي عجبوها بزب بزب و قلت يغنت سنى الطريقة باش تجربوا ان شاء الله كتجي خطيرة الكيك ديال الحالي بالمغلحة هي زوينة البنات كتجي واعرة الحليوة تهوما زوينين كل شي زوينة البنات وش كذا صويا انا كل شي زوين ستقول انتي حاجة خيبة و ما يقول الله العديمة البنات الى وصفات غزالين كيف مشتوق سيصادين و كيوجدوها كايب الزربة طبعي لك تحمر لوجهك لا يجي عندك شي حد صوينية ديال اتاي و عصر ليمون البنات الكيكة هنتو ما شوفوا كيفاش كتجي من الداخل كيجي شكل ديال الفحر خامة كيقولو لها الكيكة الرخامية كتجي واعرة و بالخصص الحليب المغلى البنات الغليان كيعطى واحد الهشاشة كتجي مقطنة و زوينا كانت هدية طبيلة ديال قوت ديال البنات اللي استقبلت بها الضيفة ديالي جات عندي تبارك لي للدار جديدة و لانني الله تحول جات عندي جابت لي واحد الكادو اللي فرحاتني بزف بزف و غا نشاركه معاكم البنات كنقول يا شكرا بزف بزف والله يكبر بيك و نرد هالك في ساعة الخير ان شاء الله هنا يا البنات حتى مشت ضيفة ديالي و جمعت الصالون و غصلت المعنات اللي كلينا فيهم و ذاك الشي و جيت هنا نشاركه معاكم الكادو هنا يا رحليت و شفتوا صراحة عجبني عجبني بزف غزال كي حمق راكم عارفين اني انا مضروبة على المماعن كرحمق على المماعن و بالخصص هادو حمقوني يا البنات جابت لي هالتصواني هادو هما اللي دابا خارجين عجبوني و شفوا صبح الله جابتهم مني غزالين شكرا بزف نشاء الله ردها لها في ساعة الخير ستقولوا يا الرأي ديالكم في الكادو مهم كي يجيو ثلاثة البنات يجيو منقوشين هاكم ذهبين من الجنب و قد جي فيهم مرايا الوسط هكا تحطي فيهم الميني كيك تحطي فيهم حريشة تحطي فيهم اي حاجة هكا اللي قد تي يجيو في فنين قدت لي حتى ذاك الكبيرة تقدري تستعمليها في حاس صينية تحطي فيها الكيسان والبراد تحطي فيهم مكسارات اللي بغيتي اي حاجة تستعملي فيهم غزالي نعجبوني طرح عجبتني الهادية ديالها شكرا بزاف هنا غيسالي الفيديو ديالي معكم البنات كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي وما استفدتوا منه بتنسوش البنات تبشي وعند ويدات حتى هي تشوفوا الطبيلة ديالها والافكار اللي وجدات ليكم هنقول لكم بسلام عليكم خليوا لي الرأي ديالكم على الكادو كيف يجعكم هنقول لكم شكرا على حسن المتابعة ديالكم شكرا على اتقاد ديالكم فيها وعلى التعليق الزويني اللي كتخليوا ليها هنقول لكم بسلام عليكم وانتلاقوا فيديو زين شاء الله